السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم حساب المساحات المستوى الخامس صفحة أو 12 الهدف من هذا الدرس هو تعرف قواعد حساب بعض المضلعات الاعتيادية واستعمالها إذا إذا تحدثنا عن المضلعات الاعتيادية يعني المضلعات اللي نستعمله بصفة كثيرة أو باستمرار مثلا لدينا المستطيل والمربع المعين المثلث ومتوازي الأطلع بالنسبة للمستطيل نتعرف مساحته إذا مساحة المستطيل نستخرجها من القاعدة القديمة اللي كنا نتعرف بها بعملية الضرب شبكة تربيعية في حال هذه مثلا شبكة تربيعية نريد أن نعرف عدد تربيعاتها إذا كنتم تذكروا كنا نضرب عدد تربيعات اللي كان وفقيا في عدد تربيعات الموجودة عمودية بالنسبة للمستطيل تنطبقوا نفس القاعدة إذا بغينا نعرف المساحة اللي هي المنطقة الداخلية هذه إذا بغينا نعرف المساحة مدى نفعل نقوم بضرب الطول لكشكلية عدد تربيعات في العرض إذا الوحدة اللي غنستعمل هنا مثلا تربيعات عندي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة إذا عندي سبعة تربيعات غادي نضربها في ماذا في واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة غادي نضربها في خمسة باش نحصل على عدد تربيعات يعني سب أس مساحة كتسولية سبعة مضرب في خمسة كتسولية خمسة وثلاثين تربيعات ما معنى سبعة سبعة ماذا تمثل لي تمثل لي الطول وماذا تمثل خمسة تمثل لي العرض يعني قاعدة حساب مساحة النتيجة كما قلت استخرجناها من خلال الشبكة التربيعية والقاعدة ديلا نفس الشيء بالنسبة للمربح المربح اللي اعتبرنا أيضا عبارة عن شبكة تربيعية تبقنا عليه نفس القاعدة اللي استعملنا في المستطيل فغد تلاحظوا بأن عندنا بما أن جميع الأضلع متقعيسة أي لدينا هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة فأيضا هنا لدينا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة إذن بنسبة المربح لا نتحدث عن الطول العرض ولكن فقط نتحدث عن الضلع إذن مساحة المربح هي خمسة في خمسة إذن هي خمسة في خمسة تساوي خمسة وعشرون إذن بنسبة لنا خمسة كما قلت هنا تجد مثل هنا الضلع مضروب في الضلع وبالتالي قاعدة وبالتالي قاعدة حساب مساحة المربح هي الضلع مضروب في الضلع وأيضا سنتجنا من خلال الشبكة التربية ننتقل الآن لحساب مساحة المتلات واستخراج الطريق إذن كما تلاحظون معي لدي هنا متلات لديه ضلع ولديه هذا نسميه ارتفاع والارتفاع ضروري يكون متعامد مع الضلع إذن سنقوم هذه المتلات لكي نجد مساحته أولا سنقوم بتقسيم أجزائه اللحظوا معي هذا الجزء وهذا ستم هذا متلات ماذا سأفعل سأقوم بأخذ هذا الجزء وملئه في هذه الجهة التي تمثل ماذا الذي تمثل لنا يصبح لدينا هنا نصف مستطيل ما هي قاعدة المستطيل قاعدة المستطيل كما رأينا هي الطول في العقل الطول هنا دي المستطيل يشكل لنا هو الارتفاع في هذا الشكل إذن الطول هنا كيمتلية الارتفاع وعرض المستطيل هو الضلع المتلات ولكن إلا جمعنا الأجزاء ودولناهم في مكان واحد في الشكل كما تلاحظوا فغادي يعطينا فقط نصف مستطيل يعني في حالة قلنا طول مضرب في العرض مقسم على اتنين غير اعطيني مساحة المتلات إذن ب هنا الرموز تتغير إذن ب هي ضلع في المتلات أش هو الرمز دي الارتفاع علاش لأن ب كتمتلية العرض و أش حالا كتمتلية الطول إذن هنا كنعبر على المساحة دي المستطيل ومني كنقسمها على اتنين كنحصل له على مساحة المتلات إذن لنقوم بقياس مساحة أو معرفة مساحة المتلات كناخد طول الضلع مضروف الارتفاع ونقسمه على اتنين حتى ما كانت عندنا المستطيل المتلات قائم الزاوية مدى نفعل نفس الشي إذن هذا ارتفاع وهذا مثلا الضلع إذن الضلع مضروف الارتفاع يعني هنا في المستطيل لاحظوا هنا بحل كملت مستطيل كيمت لي العط والطول حل ضربت الطول في العط وقسمته على اتنين باش اعطني هذا المساحة نفس الشي الضلع في الارتفاع ونقسمه على اتنين إذن مين جبنا القاعدة ديال المساحة ديال المتلات جبناها من قاعدة المساحة المستطيل وبها الطريقة كنفهم علاش قسمناها على اتنين نتقلوا الآن للمعين بنفس الطريقة أيضا كما كتلاحظوا هنا بشكل منقض حصلت على حصلت على مستطيل غادي ندير له نفس الطريقة اللي هي ديال الأجزاء غادي ها هما الأجزاء أيضا كما كتلاحظوا ها هما الأجزاء اللي عندي المعين حتى هما غادي ندير نفس الطريقة وغادي نقوم بتغيير أماكنها مثلا هاد الجزء غادي ندير هنا وهذا الجزء غادي ندير هنا غادي نحول هنا للحظة ندير نفس الشيء سأحصل على نفس نفس في مستطيل فقط تغير الأسماء لماذا؟ لأن كما تلاحظوا هذا هو العرض هذا هذا هو العرض في المستطيل بدأ يمثل لنا في المعين يمثل لنا القطر الصغير القطر الصغير إذا القطر الصغير في حال لدينا العرض ديال المستطيل سوف نضربه في الطول وما الذي يمثله الطول هنا في المعين؟ يمثله القطر الكبير إذا القطر الصغيرة مضروف في القطر الكبير أو القطر الكبير مضروف في القطر الصغيرة ولكن هل يعطيني كامل مساحة في المستطل؟ لا يعطيني فقط نصفها إذن سنتقل بين قوسين ونقسم على إثنان إذن قاعدة حساب مساحة المعين هي القطر الكبير مضروف في القطر الصغيرة مقسم على إثنان وبهذه الطريقة كنشرح لكم لماذا قسمنا على إثنان واستعملنا أيضا قاعدة حساب طول وحساب مساحة المستطل آخر شيء هو مساحة متوازي الأضلاع إذن كما تلاحظوا نفس الخامل إذن عندي متوازي الأضلاع لديه ضلع ولديه ارتفاع يلا لاحظوا كما تلكم الشكل بيش حصوص أيضا على مستطل إذن شنو كنديرو إلا جينا نديرو تمثيل لهذا الشكل وبنفس الطريقة لاحظوا معي هو تمثيل وهذا إذن أنا غادي ناخد هذا الجزء وغادي ننقلوا لما هذا المكان لاحظوا معي على ماذا حصلت؟ حصلت على مستطيل ضلعه يساوي ضلع متوازي الأضلاع وطوله يساوي ضلع متوازي الأضلاع وارتفاع وعرضه هو يقايس ارتفاع متوازي الأضلاع وبالتالي نحصل على القاعدة أي الضلع مضروف في الارتفاع الضلع هنا كما قلت يساوي هذا طول و أش وهي الارتفاع تتساوي العرض دي المستطيل هذه قاعدة حساب متوازي مساحة متوازي الأضلاع ننتقل الآن للقاعدة كتاب من دراسي كما تلاحظون لدينا المثلات القاعدة اللي وضعنا مساحة المثلات هي اللي هي الضلع مضروف في الارتفاع مسبق لي أشرح لكم ملاش مقصوم على اثنان ومن هاد القاعدة يمكن أن نستنتج قياس الضلع في حالة ما توفرنا على حساب المساحة والارتفاع أو قياس الارتفاع في حالة ما أيضا عندنا المساحة والدلع نفس الشيء بالنسبة المعين ها هي القاعدة اللي اكتشفنا قبلها إذا القاعدة اللي هي القطر الكبير مضروف القطر الصغير اللي هما كيمتلولية طول والعرض في المستطيل وبما أنه غادي شكل النصف كما شرحت لكم قبلها فالقاعدة هي مقصوم على اثنان ومنها نستنتج قياس قطر قياس القطر الأكبر أو القطر الأصغر بحسب المعطاية المتوفرة نفس الشيء بالنسبة لمتوازي الأضلاح يمكنه معرفة قياس الضلع والارتفاع من هذه القاعدة اللي اكتشفنا قبلها بأنها كتمتلية الضلع مضروف في الارتفاع إلا بغين الضلع فإننا نقسم المساح على الارتفاع أو العكس نفس الشيء بالنسبة للمستطيل كما كتلاحظوا إذن عندنا المستطيل المساحة هي الطول في العرض يمكن بعد ذلك نكتشف الطول أو العرض وبالنسبة للمراب مساحة هي الضلع مضروف في الضلع إذن كانت مننا هذا الشرح البسيط يكون واضح تكون استفت من أين لنا هذه القاعدة ولماذا وضعنا هذه القاعدة إذن سودعكم الله الذي لا تضيع دائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا